السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم فاليوم ان شاء الله كما هو مبيل لكم سوف نتعرف على النام النام او الاسم فهذا النام او الاسم كان قسم النوعين كان لما شكلان وفمينة يعني المذكر ولمؤنت ففي هذه الحصة سنتعرف على كيفية او كيف نفرق بين المذكر والمؤنت فاول شي عندنا المسكولان هو المذكر وبالنسبة المؤنت المسكولان هو المذكر المؤنت دابالي عندي شي اسم وبيتنعرف واش هو مذكر او مؤنت واش هو مسكولان او فمينة فأكبر خطأ كيرتكبه بالزاف ديال الناس هو كي ترجموا الكلمة إلى العربية باش يعرفوا واش الكلمة مسكولة وبيان في ميناء دونك هذا أكبر خطأ فهناك كلمات اللي كتكون بالعربية مؤنت ولكن بفرنسي كتكون مسكولة أو مذكرة والعكس صحيح يعني ما كيخصناش نهائيا نترجموا الكلمة العربية باش نعرفوا واش هي مؤنت أو مذكرة فنعطوا مثلا عندي محفاظة فمحفاظة باللغة العربية هي اسم مؤنت ولكن بالفرنسي كنقوله يعني مشكلة أو مذكرة نعطوا اكزامبل آخر الكرسي الكرسي باللغة العربية هو اسم مذكرة ولكن en فرنسي الكرسي هو يعني مؤنثة وهناك مجموعة من الأمثلة أخرى مثلا اللغة العربية كنقوله الزربية أو السجادة وبالفرنسي كنقوله لتابي بالعربي كنقوله البيجامة يعني اسم مؤنت ولكن en فرنسي كنقوله لبيجامة إذن نتابهوا هنا ما كيخصناش نترجموا الكلمة العربية باش نعرفوا واش هي في الميناء وبيان مشكلة فالآن إلا عندي شنون أو اسم قبل منو أختيكل ديفيني فدجا تعرفنا الأختيكل ديفيني اللي هما لأ لأ الأبوستخوف لأ أختيكل ديفيني لأ 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 دائما كنستعملها مع لأ مشكلة أو المذكرة وإلا عندي لأ لأ كنستعملها مع لأ فمين لأ فمين لأ كنستعملها مع لأ فمين أختي村 لأ كنستعملها قبل من اسم مؤنس وبالنسبة الأبوستخوف فهي كنستعملها مع لأ الماشكولان ومع الفيمينان فهنا قدر تغير أم يعني مشكلة الفيمينان نستعملها مع مشكلة ومع الفيمينان ولكن اللي كيبدأ بفييل يعني plung ول الفيمين اللي كيبدأ بفييل يعني لنه كيبدأ بفييل فكنستعمل قبل منو فالفويل ديجا تعرفنا اللي هما A, E, I, O, U, Y فكنستعملها مع لنو اللي هما مسكولان وفيمينان ولكن يكونوا كيبدوا بفويل لأنو عندي ديجا فلنو وويل وهناك تكون ل أو بيان لا يعني A أو بيان E سي دفويل فكنحيد فلأول وكنديرو لأبوستخوف Alors بالنسبة لنسيبا 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 اللي هما A, E, O, U فا A, كنستعملوها دائما مع لماشكولان لماشكولان المو داكار اكسامل امپير امپير غنحتفض بل اكسامل تنتعب امپير وغنغيرر لنسيبا امپير فا دائما ام کنستعملها مع لماشكولان و اون اون كنستعملها مع لفيمينا اون مار اكسامل اون مار قلنا ل كنستعملها مع لماشكولان كتقبلها اون و لا كنستعملها مع لفيمينا كتقبلها اون بالنسبة لذات جكتيف بوسيسيف اللي هما صفات الملكية فعندي من من كنستعملها مع لماشكولان فهنا بالنسبة لمن فكنستعملها إلا بتنعبر لاشي حاجة بتاني بتلكها فكنقول من ولكن ذاك الشيء خصو يكون ماشكولان يعني خصو يكون مذكر اكسامل مان بر مان بر ممكن شليا نقول ما بر نا فكنقول من بر لانو بر ماشكولان دونc و بالنسبة لما ما كنستعملها مع لفيمينا اكسامل مامير ما مار فكنfashion ممكن شليا نقول مان مار لان مار فيمينا دونك ستعمل معها مان و كذلك بالنسبة تن تن Toujours معه المشكلن كنستعملها معه المدكر Exemple Tampère بالنسبة ل Tampère أبوك أنت Tampère وبالنسبة ل T فكنستعملها معه المشكلن المشكلن أو المؤنث Exemple Tammère يعني أمك Tammère فمير هاد لنو فمين دون كنستعمل معه Tamm بالنسبة ل S فكنستعملها معه المشكلن معه المدكر المشكلن Exemple Tampère يعني أبوه هو أبوه و S فكنستعملها معه le féminin أو معه المؤنث Exemple Tammère أمها أو أمه Tammère فالن داقلوا لدترمين دемонستratif عندي S و S كنستعملها toujours معه المشكلن يعني إلا عندي شيء اسم قبل منو S و S كنعرف أنه مشكلن أو مدكر فهنا تقولوا يعيش درنا هم بجوش فهذا الدرس نتا لده termino demonstratif لدجا تعرفنا عليه والدروس لدكور كاملين لزا ختيك لدفيني و ان دفيني لزا جكتيف بوستيف كلهم تعرفنا عليهم سوف تلقون دروس في القناة فبالنسبة هنا ل S يعني هذا كنستعملها قبل من النوم اللي هو ما مشكلن فكن قول هذا ل S وبالنسبة ل S فأيضا كنستعملها قبل من النوم اللي هو مدكر ولكن إذا كنستعمل T إلا كان النوم يبدأ بويل لنسبة بويل ممكن ش لنضير س لأن ديجا س كتنتهي بويل ممكن ش نبدأ كلمة أخرى بويل كتنتجي تقيلة كيف كنضير T نضير S نعطي اكزمبل بشتفهم ديجان س بار س بار هادا الاب س بار ديجان بار مشكلة فاستعملت مع س لن نف تريد عندي فال كلمة enfant مثلا يعني كتبدا بأ enfant فما غديش نقول س enfant مي غن قل س ت ان ف مت من يكون واضح لكم بالنسبة ل س س كت يعني هذه فا نست تعملها مع اللي هما féminin لنستعملها مع le féminin اكزامبل ست ماغ ست ماغ هذه الام ست ماغ فهنا قلنا انه إلي عندي شي اسم قبل من ل فهو كيكون مذكر وإلى قبل من لا فكيكون مؤنت يعني ل ما شكو لا لا féminin إلي عندي شي اسم قبل من ان فلا كيكون مذكر وإلى قبل منو يون فكيكون مؤنت يعني féminin أيضا شي نان قبل منو من أو بيان تان أو بيان سان يعني دو لز adjectيف possesif فكيكون ماش كولان أو مذكر وإلى لنان قبل منو ما أو بيان ت أو بيان سا فكيكون داك الاسم féminin أو مؤنت بالنسبة لس وست للي دیترمن دемонстрatif فكيكون مع المشكل أو مع المدكر أو ست للي بدي ت فكيكون مع الفيمن أو مع المؤنت نتمن كن وادح لكم Alors دو منيار جنرال يعني بيسفا عم لأ لأ ربزان لأ يعني بيسفا عم أ ربزان لأ فيمن نعطو exemple آن آمی دو آن آمی هو صدق فلمو النت كيولي آمی كن زیدو لأ فا هنا كم جموع من الأسماء لأ فلمو دا كر كن نم فهوم جو فلا فن وفل مؤنت كن دفو غير أ دو دك شب اش كن قول أن أ ربزان لأ فمين ولكن ماش دائمن لأ النون النون كي ترمین بار أ نبا فرسیمون فمين مش غير شي اسم كي انتهیب أ سافر فمين نن النون كي ترمین بار أ نبا فرسیمون فمين يعني مش أي اسم كي انتهیب أ را نطب اعجزمپل آن ناغبر فعندي آن ناغبر اللي هي شجرة فهنا أيضا بالعربية شجرة اسمه آنت بل فرنسي مدكار فهنا عربر فهو وكين تهيب او ولكن c'est un nom masculin parce que كيبدا بأن donc عربر un nom masculin وكين تهيب او لكشي باش قلنا ماشي اي اسم كين تهيب او راه féminin d'accord donc عربر un nom masculin aussi un nom qui ne termine pas par او n'est pas forcément masculin un nom qui ne termine pas par او n'est pas forcément masculin يعني l'اسم اللي مكين تهيش بأ راه ماشي مدكار فمتالن غالقاوح لإسم مكين تهيش بأ alors غنقول هاد l'اسم مدكار لأنو مكين تهيش بأ اللا نعطاو exemple une maison فهوالا une maison ما فيهاش او فيه يعني كتن تهيب او ولكن c'est un nom féminin une maison donc c'est un nom féminin فاللي بغيتكم تفهموا انو او بصفة عامة كتعبر لي على الفمين او على المؤنث ولكن ماشي اي كلمة فيها او في la fin راه مؤنث الا عندي لإيزام بنتاع اغبغ فقلت اغبغ في la fin او ولكن راه مدكار وايضا ماشي اي اسم ما فيهش او راه مدكار نون عندي لإيزام تال الميزان ما فيهش او ولكن راه اسم féminin او مؤنث فنتمن اكون واضح لكم هنا غير اعطاكم واحد القاعدة لنو لنو كي ترمين بار مو تر او اج سن جنرال ماشكولان يعني فاشتلقاوش اسم كي انتهيب مو او بيان تر او بيان او بيان اج فهوما جنرال ماشكولان مثل ديز اكزمпل مثل من اكزمпل ام ميديكام ام ميديكام دواء ستا نو ماشكولان كي بداب ام دواء ام ميديكام تر اكزمпل ام 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 ماشكولان او ام ام كادو ام كادو ها دي ام بيان مكتب ام باتو دواء اي اسم كي انتهيب او فهو ماشكولان اج بنسبال اج ان وياج سافر ان غراج ولكن كين استيطنا ات اللي هو ما ام 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 دواء ماشكولان او مدكار بنسبال الفيمنان فا لان كي ترمين par يان او ت وار ات انس سان جنرال من فمنا ام 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 لا بي انواع لا بي انواع لكن لا بي انواع إطانو فامنين وا لا بي انواع إنواع إطانو الف upgrade إط اخزام 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 and اخزام وكما تخبر اخزام فانتمنى حتى الهنا يكون واضح لكم. فالان غنمرو نقوموا بإجزرسيس أو تمرين باش تفهموا مزيان المشكلة أو الفيمينة. باعر لانترو دون شاك لست. فكل لست فيها واحد لانترو أو واحد الداخيل فاوضعوا عليه واحد العلامة. فبنسبة لليست اللولة غنصوبها معكم و الباقي صوبوا نتوما. فأولا غنقرال لكم هاد لانو. سيت انفان هاد الطفل لابنتور سبارة الليون أسد لكوفر الحلاق انبيزان فلاح موسكي مسجد لسوسيتي مجتمع تجورني يومك ما سور اختي اردواز لوح لكوزن اب دعام او اب دخال سيت ارتست هافيه الفنانة ان امي صديق اكترس ممتلة من فرر اخي لديركتر مدير من كادو هديتي شاز كورسي جران بير جد عرب شجرة بالنسبة لالسلولة فعندي ست انفان هادا ان نو مشكلة لانو قبل من نو دي ترمينا ديمونستراتي فتة اللي هي قلنا مشكلة ست انفان ات ان نو مشكلة لابنتور نو فمينا لحينت فيها بارسك فيها لا قلنا لا اختيكل ديفيني اللي كنستعمله معا فمينا حيا ان نو الوحي دي دي ترجل وينز 65 كنستعمل مسكيل ل 몰� Anton الحين FL مفسد هنا فا�만 لزoug هاد اليد للمشكلة فنستعمل هد الهت accomplishment لابان تشعبوه دالي فيمنى داك شيلة جدرت إليها كروة القل آن قمو بإنجاز الإجزرسيس ونرجع باش نصحها فدابا غنصح الإجزرسيس فبالنسبة للا لستانية عندي ان بيزان لي هوى ان نو مسكولا بسكو كي بداب اين موسكي نو فمنى لا سوسيتي نو فمنى تا جورنه نو فمنى لأن هنا عندي تا لي هيا أدجكتف possessيف لن تا كنستعملوا معا الفمنى ألو عيندي ان بيزان مسكولا و الماباقي فمنى. داك لان تشعبوه ان بيزان بالنسبة للا لست نميرو 3 فعيندي ما سور لي هيا ان نو فمنى une عردواز نو فمنى لكوزان نو مسكولا ست عرتيس نو فمنى داك لان تشعبوه لكوزان لان نو نو مسكولا بوحدو فوس لنو فمنى ألو ان امي بيزان نو مسكولا ان امي نو مسكولا اكترس نو فمنى ين اكترس يموم اتيلا مانترر نو مسكولا لديركتر نو مسكولا شايز نو فمنى جران بير نو مسكولا اربر نو مسكولا اربر دي جا قلت لكم انها نو مسكولا يعني مذكر مامسي فيها افلافان ولكن راه مسكولا وكعندي من كادو مسكولا شايز فمينان جران بير مسكولا اربر مسكولا فعلا نتخيبوه شايز فانتمنى يكون كل شيء واضح لكم بالنسبة لهذا الدرس فغيكون هو الجزء الاول تعرفنا فعلا كيفاش نفرقوه او كيفاش نفرقوه او كيفاش نفرق بين المذكر والمؤنت او المسكولا والفمينان في الجزء التاني ان شاء الله سوف نفرقوه كيفاش نفرقوه من المسكولا للفمينان يعني واحد تغيير كيوقع اللون مسكولا باش كيولي فمينان وايضا غنشوفوا اللينون اللي ما عندهمش الفمينان يعني كيبقوا غير مسكولا وغنشوفوا ايضا اللينون اللي هما كنستعملهم بالنسبة الفمينان والمسكولا ايضا فانتمنى يكون كل شيء واضح لكم وانتمنى تكونوا فهمتوا الدرس فالي استفدوا من هالدرس فشاركوه مع استقاكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة وانتلقى في الحصة المقبلة ان شاء الله